أنا الآن أقف أمام مستشفى شرق النيل بالتحديد قسم الطوارئ والإصابات هذا القسم الذي استقبل العدد الكبير من الضحايا ومن ثم تم نقل عدد من الضحايا إلى المشافي القريبة من هذا المستشفى على اعتبار أن حالتها تحتاج إلى رعاية خاصة وإلى عناية خاصة تحتاج إلى نقل دم وأيضا تحتاج إلى رعاية طبية خاصة بعد الحديث مع المتحري في هذا البلاغ من قبل الشرطة السودانية ذكر لنا بأن التحريات بدأت على الفور منذ سماع هذا الانفجار وبطبيعة الحال تم الاستماع إلى عدد من شهود العيان حول هذه الحادثة والتحريات ما تزال مستمرة حول هذه القضية علمنا أيضا من جد الشاب أحمد كوكل الذي كان يحمل هذه القنبلة أنه ينتسب لإحدى القوات النظامية وأنه ظهر في عدد من المناسبات الإجتماعية كان حاملا لهذه القنبلة ما زالت التحريات مستمرة حول هذه القضية التي فجع على إثرها سكان منطقة شرق النيل بي الخرطوم وما تزال التحريات مستمرة حول الدوافع التي جعلت هذا الشاب الذي توفي بعد انفجار هذه القنبلة مباشرة ما هي الدوافع التي جعلته يقوم بهذا الفعل